السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي فيه موجهة كتيرة بتديها برومت فتبدأ تعمل لك الصور. لكن المشكلة ممكن تكون فيه شخصية معينة انت قلفتها وعايز يلتزم بيها. او صورة شخصية لك انت عايز تعمل صور بتاحتك مثلا تحطها في صورة مثلا حاجات مصرية قديمة حاجات مصرية حديثة. المهم عايز صورتك الشخصية. طب ازاي يخليها التزم بحاجة زي كده? ان انت تعمل شخصية كاراكتر معينة ويبدأ يلتزم بيها. فهاجي هنا بقول له ان انا عايز اعمل اكتر معين بقول له create your AI اكتر. طيب عشان نعملها محتاج ان انا ادي له صور كتيرة. او عايز مني كم صورة? عايز مني عشرين صورة. عشرين صورة دي اكيد من جمال وجوه. يعني مش هتوقف القمرة وتصور لأ من نحايا دي من نحايا دي. المهم ما يكونش معك ناس اخرين او صورة بعيدة. على اساس تيجي معك الصورة كويسة. طيب اول حاجة بسألها لي هل الصورة دي اللي ذكر ولا الانثة? هل الصورة دي الشخص كبير ولا طفل? وبعد كده ايش اسم الشخصية اللي انت عايزها? تمام? وبعد كده تبدأ ترفع الصور ليك بالشكل دوت. ما دكش ان انا عندي صور كتيرة عشرين صورة يعني. طيب بعد ما رفعتل الصور هو بيبدأ يدرب عليها الموديل. يعني كان فيه زكاة صناعة ضخمة جدا بتدرب على الصور بتاحتك. وبعد كده بيلغي الصور لكن بيخلي فيه شخصية مقطرعة خاصة بيك. لو لتلو حطوا له شخصية دي في اي موقف يقدر ان هو يحطولك. تمام? والصور ما تخبرش هتتلافل. طيب هتقول لستارت تريننج هو بيبدأ يدرب الزكاة الصناعة بيبدأ يخترع لك الشخصية. تمام? لو لديت الشخصية بشكل اللي انت عايزها ممكن ترفع صور اكثر وضوحة عشان نقدر ان هو يتعرف عليها. دي بتاخد من ساعة لساعتين. بعد كده بيبقى فيه اكتر موجود خاص بك انت بتدار تستخدمه زي الصور دي كده. تمام? يعني فيه ناس رفعت له صور كتيرة جدا للشخص دوت. فاصبح الشخص ده يقدر تستخدمه بعد كده في اي حاجة. تمام? طيب هنا الكاراكتر بعد كده ممكن تاخد بقى الاكتر دوت. وتقول له خليه مثلا في الفضاء خليه مثلا في العصور القديمة خليه في كزا. وبس هيخد له ساعة و ساعتين على ما يرفع الشكل التاعي. تعال نشوف التيطوريال اللي موجودة هي التيطوريال سهلة جدا وبسيطة. شخصية واحدة تقدر تحطها في كل الحاجات. وتقدر تخليها فيديو. اول حاجة نعملها نحن ندخل هنا. في الاكتر. ووضي له الصور اللي انا مجهزة. تمام? 20 صورة او اكتر من 20. لكن قليل من 20. مش هكون الدرب على صح. بعد كده. الشخصية دي. خلص بقيت موجودة عنده على الجهاز تقدر تستخدمه في اي وقت تعيسه. تمام? ممكن تيجي هنا في الكاراكتر وتقول له انا عايز الموصل لفليني يعمل الشخصية دي. تمام? يعني عايزه مثلا يكون في الفضاء. وبالشكل دوت. خلص. المهم ان انت تختار الشخصية اللي انت لستعملها. تمام? وهتبقى الصور دي موجودة بعد كده. وبعد كده تقدر تديره style زي ما انت عايز. مسلا انا عايزه يلبس البدلة فتلبسه البدلة اللي انت عايزها. كل حاجات دي هتبقى متاحة. بعد كده تقدر ان انت تضيف له الحركة والكلام. وتقدر ان انت تخلي فيه حركة في الصورة بتاعتك. تمام? تقدر تقول له create new video. هيقول لك استخدم بقى الشخصية اللي انت عايزها. تمام? طبعا انا عملت غاضية اكتر واحد لكن اول ما يتم الترينج بتاعه. هبدأ اضيف له شخصيات تانية. تمام? بعد كده لما تقول له new image. هتلاقي الشخصية اللي انت اختلعتها موجودة. تقدر ان انت تدفها معك. اللي هو الاكتر هو. تمام? لسه ما تضربش. لكن ممكن تستخدم اي شخصية من دول مؤقتا. لها الدماء الشخصية بتاعتها تبقى معمولة. ساعة لما تبقى معمولة تقدر تتعمل بقى اي شخصية انت عايزها. يعايز تخلي بقى مان سوبر مان عايز تخليه في اي شخصية تاريخية مفيش اي مشكلة خلص. يبقى كده اول خطوة نعملها. ان انت تبني الشخصية بتاعتك. actors. وبعد كده تقدر بات تستخدمه في الاستخدامة التانية في الامج. وبعد كده في الفيديو وبعد كده تبدأ تعمل قصة كاملة من خلال الشخصية اللي انت اختراطها. ممكن تجيب القصة دي مسلا متشاجي بتيه تقولك تبلي القصة وتاخد التقصة وتبدأ ان انت تعملها ان شاء الله.